أعطيك الصح والعافية معكم محمد بوريكي هذا الفيديو اسألني أربعة ما شاء الله لا إله لله وصلنا حق الفيديو الرابع اسألني أربعة فبغيت إن شاء الله أجاوب على الأسئلة الكتابت لي إياها بالكومنت سكشن ما أسألني ثلاثة وأسئلة قاعدتيني بالتويتر وإنستغرام فكرت أنه يعني لأنه من كثرة الأسئلة اللي قاعدتيني لو بحط الفيديو يمكن والله ساعتين مارد على باجي الأسئلة فأكثر أسئلة تكرارا هذا اللي أنا قاعد أسوي أكثر أسئلة تكرارا وأنه على قولاتهم أنه واحد ممكن يستفيد منها أنه يشارك الجميع بالإجابة فيها معه كل فهذا راح أجاوب عليه بسألني أربعة وإن شاء الله أترككم مجال حق أسألني خمسة فخلنشوف مع بعض سألني أربعة سلام عليكم ورحمة الله فخلنشوف الأسئلة مع بعض ونجاوب عليها واحد قاعد يسألني أنه أنا من مستخدمين HTC ولا أعجد من الكاميرا ما أنصحك على تأخذ HTC One M9 لأن الكاميرا موتى HTC One M9 أفضل من الـ M8 فعلا بس لاحي مو من قياس 2015 أو على مستوى حتى 2014 ومفروض كاميرتكم تكون ويد حسن من شيء ذي على السعر اللي قاعدت تدفعها على الجهاز اللي قاعدت حصلها فإذا بنصحك أنك تأخذ تليفون ثاني عشان تتصوير عشان كاميرا وتبي تغير وعجبتك مصنعية HTC اخذ سامسونج سامسونج جالكسي S6 أو سامسونج جالكسي S6 Edge أنا حاليا أستخدم سامسونج جالكسي S6 Edge كاميرتها جبارة ويد ممتازة فعندك أنت المصنعية الجيدة الحين بالتليفون وعندك كاميرا هم ممتازة تعطيك الأداء اللي أنت تحتاجها فسامسونج جالكسي S6 أو سامسونج جالكسي S6 Edge اختيار جدا موافق حاليا من التليفونات اللي تكون مصنعيتها جدا عالية الجودة وكاميرا ممتازة في أهم السئلة ويد تتكرر عندنا ناس تسألني شنو أحسن جهاز من فئة الرخيصة إذا قدرت تحصلون مترولا موتو جي إصدار الثاني أو سنة 2014 هذا يمكن أفضل جهاز من الفئة الرخيصة ويد ممتاز للتليفون أو إذا تقدر تحصل الموترولا موتو إي أو إذا تقدر تحصل مترولا موتو أكس إصدار الأول سنة 2013 هم تليفون ويد الخيص وجدا ممتاز من ناحية الاستخدام ومع أن المواصفات ماتة رح تحصلها على السعر وانت قاعد تدفعها هذالجهزة كلهم يدعمون اندرويد وشبه خام فعشان شلي قاعد نصحكم هذالتليفونات إذا ما تريد اندرويد عندك مايكوسوفت لوميا 5035 وعندك الحين اللوميا 620 جهاز سجلنا صار شوية قديم بس سعره ويد رمزي 19 دينار تقدر تحصلها الان وما يعادل تغريبا 60 دولار لازم اتعود اني اقول بالدولار مو بدينها بس فهذه تليفونات ويد رخيصة هم ممتازة حاول انك شوف انا احسن طريقة يعني اعطيكم نصيحة لوجه الله احسن طريقة انك انت تحصل تليفون رخيص وتدري انه راح يعمر معك وانه يشتغل الطريقة كأنك انت شاري تليفون غالي اذا انت بتاخذ اندرويد كل ثور ما تقدر تاخذ مجرد لاندرويد خام اخذ لان اذا انت اخذت مثلا سامسونج جالاكسي اس ولا ستار ولا معرف ايش الجراند ولا البرايم هذه تليفونات فعلا رخيصة من سامسونج بس لان عليهم التوتش وزفة ويد ثقيل فالتليفون ما راح يديد لتحديث بسرعة ولا راح يعطيك يعني ما راح تقدر تستخدم التليفون لمدى البعيدة او لمدى طويل راح تضطر انك انت تغيره فاذا انت تبي تليفون يكون ويد رخيص تقدر تاخذ تليفونات لومية جدا ممتازة لانها سريعة ورخيصة بنفس الوقت وفيها كثرة اللي انت تحتاجها فيها واتساب فيها تويتر فيها فيسبوك فيها انستغرام فرح تحصل برامج الاساسية لانت تحتاجها بسعر جدا رمزي ورح ينزل عليها تحديثات ما عندك اي مشكلة من هالنون بس اذا تبي تليفون يكون اندرويد انا افضل تليفونات مترلا لان مترلا الشبه خام وينزل عليها تحديثات حتى الان مترلا موتو جي وموتو اكس كلهم يقدم كلهم قاعد ينزل عليهم الحين اندرويد لوليوبوب 5.1 اصدار 5.1 فافضل ان اذا احد يشتري تليفون رخيص يشوف تليفون يكون قريب من الاندرويد خام قدر المستطاع او مايكروسوفت ويندوز اذا تبي ايفون تقدر تحصل لك تليفونات ايفون مستعملة او تقدر تشتري لك الايفون 5C تحصلة يديد بالسوق السألة وايد قاعتيني بكثرة ان احمد يستحق ان انا مثلا ابدل جالكسي اس 5 مع الجالكسي اس 6 او ان يستحق ان ابدل سونيك سبيري زي 2 بالسونيك سبيري زي 3 او ان انا ابدل الجي جي فلكس وان مع الجي فلكس 2 وايد من هالسألة تيني انا اكون جدا صريح معاكم اذا انت من النوع اللي تاخد تليفون ويطول عندك وما تحس ان انت تحتاج تغيره لطالما مو قاعد يعلق او قاعد يخترب التليفونات المفروض تقاعد معاك اكثر من سنة بس اذا انت من النوع اللي تحب الجدد وتغير اكيد يسوي اكيد يسوي انك انت تبدل جهازك بس اذا انت استخدامك على التليفون قليل ما عندك مشاكل تليفون مو قاعد يعلق مو قاعد يأذيك لش تبدل خلك على نفس التليفون وكل ما انت تنطر قاعد ينزل شي يديد فناص ويضا انا عرفهم عندي واحد من يعني اهلي صراحة اخوي عنده HTC 1M7 وكل ما اشوفه ما تبي تبدل جهازك يقول انا اطلع روح تليفون قبل ان ابدل فسبحان الله لما نزل M8 شبه تشيش بس ها كبير لا ماضي بعد ان نزل HTC 1 Mini 2 قال يمكن يمكن لا ماضي نزل حين HTC 1M9 فقدر انه هو اشوف واحد الجهازة قاعد تنزل وتليفون الى حين شغال ما في شي فاذا انت من هالنوع اللي انت تحب تنطر انطر وكل ما تنطر اذا تليفونك في عمر خلى شغال ليش لا اذا انت من نوع اللي ما يحب يبدل وكل ما يبدل تليفون يتلعوز ويحس ان لا انا صعب عندي تغيير بالتليفون تعوت على الواجهة مات التليفون تعوت على المواصفات مات التليفون تعوت على الاستخدام مال التليفون فيصير عندك انت مثل يعني ضيقة تخلق اصلا تغلق لما يهي اليوم اللي انت بتبدل فيه التليفون فلا انصحك كثير ما تقدر اذا انت التليفون شغال معاك ما في شي تم مع الجهاز ليش تبدله ناس واحد قاعد تسألني عندهم Galaxy Note 4 اشتري Galaxy S6 اذا انت من ناس اللي نفسي تحب تبدل وتحب اليديد وتجدد وتطور بس اذا انت من ناس اللي توق شاري Note 4 ويا الله تعوت عليه ومعرف ايش وحطيت شغلك ونزلت برامجك وشدي لا ليش تبدل Galaxy Note 4 لGalaxy S6 فهذه نصيحة حق العموم فيهم اسألة وايدي تيني بكثرة ان متى ينزل اصدار اندرويد لوليبوب على التليفون بغضل نظر Samsung Galaxy Note 3 او Sony Xperia Z2 او Samsung Galaxy S5 او واي التليفون يسألوني متى ينزل اندرويد 5.0 لوليبوب على اجهزتهم شكرا لله اعلنت عن هات التليفونها سينزل الى اندرويد مش اولد الوليبوب بس التأخير ممكن يكون حق التليفون النفس ان انت شاري من تليفونه مالوات الميدليست او مالوات العالم العربي هاته شمال افريقيا whitewater الخليج العربي فعادة ان هزاء التليفونات ينزل لهم الاصدار الى اندرويد وطول ومالت vodka الالتز جميع الكوين او ل BLLA موسوات او من اول الناس ولا من اخر الناس لكن احنا بالنص بالنص لأول الناس تقريبا فرح ينزل إن شاء الله وهل التليفون ورح ينزل لك الإصدار أول وتالي رح ينزل لك إذا أنت كتوايد مستعيل تقدر تودي حق الوكيل ممكن يسوي لك يمكن فلاش على التليفون يمسح بس أغراضك اللي بالتليفون فأنصحك أنك تنطر رح ينزل الإصدار هذه التليفونات كلها أعلنت شركاتهم رسميا بتواصلها الاجتماعي أنه رح ينزلون الإصدارات أندرويد لوريوب وبحد تليف المطادي كلها في سنة واحد قاعدين ليش ما تحب الفيسبوك سبحان الله أحس أن طريقة فيسبوك مرتحت لها أنا من الناس اللي سجلت بتويتر تويتر من أول ما طلع بس حتى لو تلاحظون أنه يمكن أقل فلاورز عندي بتويتر مو أني أنا مهمة لتويتر بالعكس كي شي نزل بإنستغرام ونسوي لينك بتويتر بس مو قاعد أطرش التويتات مثل ما كنت أطرش قبل على سبيل المثال وقاعد أحس أنه فيه الحين التواصل الاجتماعي أكثر شيء أنا ارتاح له هو اليوتيوب فيمكن عشان شدي أكثر رغم عندي متابعين باليوتيوب ما أدري بس مو أنه معناته أنا قاعد أهمل الأساليب الثاني للتواصل الاجتماعي فيه الحين تواصل الاجتماعي هذا اليديد من شركة تويتر إن شاء الله ناتر ينزل بس على الأندرويد علشان أقدر أتجاب لأكثر لأنه صراحة ماني مشاهل آيفون بس عشان أستخدم التواصل الاجتماعي ماله وفيه تواصل الاجتماعي يديد مال ريف اسمه ريف من شركة فيسبوك ويدي أستعمله بس يطلب مني إنه لازم أسجل في فيسبوك فوقفت قلت ماني مستعمله بس هذه التواصلات الاجتماعي اللي أنا استعملها عندي سناب شات صراحة بس حاطت سناب شات يعني أنا قاعد أطمش على وادم أكثر من أنا قاعد أن نزل شيء بسناب شات لحما أفكر إنه نزل سناب شات أو ما أدري يمكن أن نزل سناب شات ما أدري أنتو شرايكم في واحد ساع لني سؤال مال أشغل من التقنية بس عجبني لأن عن السيائير وأنا يمكن شغفي ثاني عقب التقنية ولا ألعاب وهسوالف أحب السيائير قاعد يستاني شنو سيارتك حاليا حاليا قاعد الصراحة مبين سيائير لأن كل سيائيري تقدر تقول شبه ذعتم وطالب سيارة واللحن ما وصلت بس راح أقول لك شنو سيارتي مفضلة أنا أحب كورفت وايد أحب الكورفت كان عندي كورفت موديلة 2006 وبعتها من قبل سنة تقريبا لأن كنت بيشتري كورفت اليديدة بس الحين يعني وهابي والأمور شوية تغيرت بس وايد أحب الكورفت سيارتي مفضلة سيارة أحلامي هي سيارة الكورفت وكنت ناوي صراحة آخر لكورفت سي سبن الزيو السيكس ناطر كنت الزيو السيكس 650 أحصان فهذا لكت ناطرة صراحة وكنت بأخذها بس قدر الله ما شاء فعل يعني أحسن من الكورفت وهابي والسيارة الثانية اللي أنا أحبها هوايد إيها لترانزام بانتياج ترانزام سيارة المفضلة سيارة أمريكية وايد أحب سيارة أمريكية أحب المسل كار أحب الإيرا مع المسل كار واللي شين يسوي لنا المسل كار إيرا أحب التقنية اللي نوراها وأحب الصوت مالهم للثريل الشوف وايد أحب السيارات الأمريكية خش سؤال يازلي سؤالك بس شنو السيارة راح أخذها للأسف مو سيارة أمريكية سيارة لديدة بس إن شاء الله راح تكونها من سبورت في سؤال وايد حلو شنو رأيك بسلسلة السامسونج جالكسي A والسامسونج جالكسي E رأيي فيهم أنهم قاعد يحاولون يجيسون النبض من ناحية السوق الشباب أكثر لأن الشباب العرب غير عن شباب باجي العالم لأن شباب العرب ربي لك الحمد يعني ربي يمنعم عليهم وقدرين أنهم يشترون تلفونات غالية مثل السامسونج جالكسي S6 والسامسونج جالكسي Note 4 ومعرف إيش بس الشباب بالدول الثانية وبلدان الثانية ما عندهم الفلوس أو المكانية أنهم يقدرون يشترون هذه التلفونات فسامسونج خصصت لهم تلفونات تكون أرخص بمواصفات جدا عالية مقارنة بالسعر اللي أنت قاعد تتفعل أنا تكلم عن تلفونات مثل E7 مواصفاتها تشبه Galaxy Note 2 اللي نزل من قبل شمسنا وعندك أنت A5 جدا جبار شاشة وايد ممتازة مصنعية جدا روعة عندك سامسونج غالكسي ألفا فهذه تلفونات سامسونج قاعد تصنع تلفونات يعني مصنعيتها جدا عالية بسعر جدا رمزي حق فئة الشباب بالذات في ناس وايدي قاعد تسألني عن أنهم يحتاجين أجهزة لابتوبات أو كمبيوترات يكون عليها جرافيكس كارد ويد عالي أو رامات ويد كثيرة أنا بتكلم عن الكويت بالذات بال الكويت تقدر تروح شارع من خلدون المنطقة تحولي تقدر أنت تروح تجمع تسوي الكمبيوتر أنت تجمع تختار الموضر بورد اللي تبيه البروسيسور اللي تبيه مع الجرافيكس كارد اللي تبيه وتدفع اللي أنت تبيه لأنه بالنهاية كثير ما أنت تحط كثير ما أنت راح تدفع تختار حتى الكيس اللي أنت تبيه الباور سبلاي اللي تحتاجه الكولنك سيستم كل شيء أنت تقدر تحتاج من الطاقة اللي سلام عليكم 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 من الصفر أنت تبني كمبيوتر من يدي يدي فتقدرون تسوون هذه الشغلات فهني بديش انت بمجال وائد كبير أي نوع من جرافيكس تار تسوي لها البلد من ناحية إذا أنت تبتشتري شيء أورادي خالص شنو هو علي تبني شيء يكون علي كرافيكس كارد رام عالي Alienware Alienware يكون عليهم كرافيكس كارد عالي وعليهم رامات كثيرة لابتوب سمسخلوين حق اللعب فما بالك نمتي تستخدم حق برازونج أو شغلات العادية راح يكون أوبر اللي أنت تحتاجها راح يكون علي كواليفيكيشنز أكثر أستخدمه عادة نحق الروت والجهزة وعليه 6 جيجي بايت رام ونزلت عليه Windows 8.1 Professional الكمبيوتر اللي حين شغال ما في شيء بس بغيت أنه أخذ شيء أسرع وشيء يكون أصغر عشان أقدر تنقل فيه أكثر خذيت XPS Dell XPS 13.3 اليديد اللي فلات Edge to Edge سكرين همزين ما عليه أشكال بس أكثر شيء Microsoft أحط لكم بـ مراجعة Mata Surface Pro 3 واحد من أفضل جهزة صراحة استخدمتها بغض النظر أنه هو كمبيوتر أو تابلت لأنه وائد عملي وأنا قاعد أشوف روحي الحين أنا قمت استخدمه أهو حق الروت استخدمه أهو حق الدراسة ما دراسة إذا أنا بكتب عليه نوت أو شيء وهو هو الاستخدم حق الدوام إذا أحتاج أكسل أو 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 أي نوع من هذا فجدا ممتاز الكمبيوتر إذا أنت ما تبيع أي شيء من هذا النوع كاللقط بحر اخذ الماك إذا أنت محتاج الكمبيوتر يكون حق الجرافيكس وحق الـ إدتين و إنت تبيت تبيت فيديوهات أو أفلام أو فوتوشوب أفتر أفكت أو أي شيء تبيت من ناحية شركة أدوبي أنا عن نفسي أشوف ماك ويد أفضل بالاستخدام من ويندوز كأوبريتنج سيستم بالذات لما أنت تحصل ويد برامج منها فانو كات برو منها آي موفي منها البرو أكس بروجكت أس فهذه البرامج كلها سوتها شركة أبل فالدعم ما لها رح يكون ويد أفضل على كمبيوترات الماك فإذا أنت تبي من هذا النوع أنا عن نفسي أنصح 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 لا تأخذ شيء أقل من i7 4th generation processor ولا تأخذ أقل شيء من 8 gigabyte رام عشان يعني تتنى فيه فعلا وتقدر أنت تقدر تغير الرامات والهارد على الكمبيوتر لطالما مرتنا الكمبيوتر رح تحصل حين بس 13 انش 15 انش كلهم رح تحصل رتنا الكمبيوتر فهذا نصح حقي اللي قاعد يدورون الكمبيوتر فيه السألة قاعدتيني متكررة من التواصل الاجتماعي من يوتيوب ومن أهلي وائد ناس يعني يعني يعرف وما يقعد معهم من يلاحظون أن إيه أنت لديك فيديوهات باليوتيوب يقولوني أن عندنا سؤال كل يسألوني هذا السؤال من نزلوا اللي يديد مع الآيفون الآيفون 8.1 وطالع لما صار في عندهم الكنتينيويت هذا ما الكنتينيويم اللي سويت شركة أبل كميزة بالتريفون أو بالجهاز أن أن تقدر تشبك الكمبيوتر مع اللابتوب مع الآيفاد مع الآيفود تاج كلهم إذا أهم عليهم كلهم نفس الآيفون إذا أحد تصل فيك مكان رح الماكبوك وعندك الابل تيفي وعندك الماك ميني ومعرف إيش وإنت تتحرك من مكان لمكان تقدر أن تشبك التريفون عليهم كلهم وهم كلهم يكونون شابكين على بعض ففي حالة تدران تريفون ك مشرط أن تطلع من مخباتك أو طلع من الجنطة أو معرف إيش عشان تريد على مكالمة أو ناس وايد عائلة بكبرها خمسين واحد ما شاء الله لا إله ولدوانية بكبرها أكاونت واحد آيتونز ومقذرينها على الربيع كلهم نفس الأيكاونت كلهم عندهم نفس الأيكاونت هذا نزل برنامج ونزل عند العموم هذا نزل مدرشين ونزل عند العموم هذا المساح رقم تليفون المساح هناك هذه ميزة موجودة بالآيفون علشان تسهل حياة الناس بس بعانم العربي عقدت حياة الناس فأنصح لوجه الله كل واحد يحط لأكاونت آيتونز فيه بروحة خاص فيه لأن إذا إنت حطيت أكاونت آيتونز على سبيل المثال الوالد عنده نفس آيتونز ما للوالدة ما الإخواني ما الأختي ما العمي ما المدرمي إذا رن التليفون وكلكم قادين ينبعض وإذا كانوا أهمة داقين عليكم فيستايم بس مو شوفني ما شوفك رح يرن عندكم كلكم إذا داق عليكم فيستايم رح يرن عندكم كلكم وإذا ضررش أي مسج رح يوصل لكم كلكم فأنصحكم لو وجه الله فصلوا لا تحطون كلكم مع بعض آيتونز وتحطون كلكم مع بعض نفس آكاونت بآيتونز أبل ما تبقى هالشي يصير وقعد تحرص أن هالشي ما يصير فلا تساوونه طلعوا منها طلعوا منها سلام العازم يزاك الله خير الوحيد اللي قلت اسمها لأن عرض علي كاميرته سامسونج أنكس ون يزاك الله خير ما قصرت مشكور عساك على القوة ربي بارك لك بحلالك وصح هذه كاميرا أنا كنت قاعد تكلم عنها لأن كاميرا جبارة صراحة ما استعملتها كاميرا جبارة صراحة أنا ما عندي إياها ما شريت الكاميرا عشان أجربها بس جربتها بمحلات لما كنت وربها كانت معروضة بمحلات سامسونج فكاميرا جدا ممتازة إذا كالله خير بيض الله ويهيك رأيتك بيضة مشكور وما قصرت هنا سوايد قاعد تسألني صراحة ما توقعت أن تسألني السؤال أنا قاعد تقول لي أنا ما لاحظ فرق بين 4K والFull HD والQuad HD ممتاز أنت مرتاح بس للأسف كل التلفونات الحين قاعد تطور حقا الشي التلفون الوحيد اللي واحد ممكن يقول لنا هو Flagship ما سنة 2015 هو HTC One M9 ما عليه Quad HD عليه Full HD بس هم أعلنوا عن HTC One M9 Plus ولا E9 Plus نعمل عن M9 Plus رح يكون عليه Quad HD 5.2 إنش 5.2 بوصة Quad HD 2560 ب1440 رح يكون عليه رزولوشن العالي نفس الموجود على السامسون Galaxy S6 Edge والعادي والموتورو الدرويد تيربو والنيكسس 6 والجالكسي نوت 4 ومعرفة واللجي جي 3 ف تعرفون أنت الرؤية قاعد تتوجه حق هال رزولوشن العالي أنا بس أوافقكم من رأي صراحة لأنه لما استخدمت HTC One M9 ما حسيت أن أنا فائتني قطار أن أستخدم سريفون Full HD بس لما إيت استخدم مثل سامسونج أتوقع أن تفرق أن تستخدم تقنية AMOLED تعطيك حق Quad HD أحسها أفضل من تقنية LCD فأتوقع لما أشوف HTC One M9 بلس إن شاء الله لما أستخدمها أشوف 5.2 إنش Quad HD إذا رح تفرق من ناحية البيكسل اللي رح يكون عليها من AMOLED لLCD أو لا لأنه هنا عندك RGB بيكسل كل بيكسل رح يشب الليت تحته بروحه فيعطيك أصفة نقاوة حق الإضاءة حق الشاشة مات التليفون بنفس الوقت عندك رزلوشن انت وائد عالي بس لما يكون هو على LCD شاشة كلها شابة من تحت وتحط ما أدري إذا رح يفرق صراحة بس رح أجربها إن شاء الله لأنه أنا قاعد أجاوب سؤال لك الحين لاحظت أنه التليفون الوحيد اللي كان عليك Quad HD يستخدمون LCD وهو LG G3 اللي نزل العام وشارتها كانت جبارة صراحة IPS بس كل تليفون الثانية عليها AMOLED منها متريلا نيكسس سيكس ودرويد تيربو وتلفونات السامسونج كلها فإن شاء الله خنشوف شلون لما ينزلون HTC وأتوقع رح تكون شيء مميز بس سؤالك حلو الصراحة في واحد سألني خلص سؤال لناس واجت صراحة قد سألني خلص سؤال خنحطهم تحت قبعة واحدة خنزم قبعات أبل ناس واجت تسألني لش ما تحب شركة أبل من قال أحب الآيباد آيباد ممتاز والآيباد أحسن مشغل للموسيقى فبالعكس أنا ما أكره شركة أبل نهائيا بس انغلاق شركة أبل ضايقني كان زالت تتفتح أكثر تصير في منافسة وائد أقوى من المنافسة موجودة بس تحس أنها هي شركة أبل وطول عمرها رح تتم ما أدري إذا رح تتفتح أو رح تتغير أو رح تسكر ما ظن أنت رح تسكر أو رح يصير فيها نفس ما صار بلاك بري نهائيا لا بس أتوقع شركة أبل رح توصل للمرحلة أنها رح تضطر أنها يتغير وردي إحنا شفناهم ونقاموا يتغيرون لما سووا الـ ios 7 والـ ios 8 نقاموا خلونا مثلا المطورين يسوون كيبوردات في أنت تقدر تحط كيبوردات الآن عشان أنت تسوي شير حقي الشغلة التي تبي تسوي لها شير فهذه الشغلات أوردي هم قاموا نوعا ما انفتاح حقي المطورين أنهم يتعبثون بالـ operating system أو نظام التشغيلي فلا ما عندي مشكلة مع شركة أبل نهائيا أنا يعني ناس واحد تقول لي أنت غير متحيز ومشكور يزاكم الله خير على الكلام لأن أنا إذا أحس إذا أستخدم شغلة لازم أستخدمها كأن أنا أستخدمها هي أعتمد عليها يعني أنا لو تشوفوني مثلا إذا أحد صادفني راح تلاحظ أن كله وياي تليفون واحد لأن راح يشتت الاستخدام مو كل واحد راح يشتري على سبيل المثال سامسون جالاكسي سكس اج راح يشيل ويا تليفون ثاني فرح يعتمد على هالتليفون كأنه هو تليفون الوحيد فلازم أستخدمه كأنه هو تليفون الوحيد فعلشان أقارن صح لازم أستخدم المنافس مالها لازم أستخدم أبل وإذا بقارن أبل لازم أستخدم المنافس مالها لازم أستخدم سامسونج وإذا بقارن اش تي سي ونزل الآيفون 5 هذه كانت أكثر فترة أنا كنت وائد من زعج من شركة أبل إن إيه مقعد تطور بشكل سريع ولا قعد تغير من نفسها ولا شي فأذكر واحد يقول لي عشي حقيقة هتشتري الآيفون قلت له علشان لما أنا أطب الآيفون أو أقول لنا الآيفون مو زين فيه كيت 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 يقول لي ليش أنت استخدمتها أقول لي والله أنا استخدمت التليفون وهذا انطباعي عنه فما بيتكلم عن شيء إلا أن أنا مستخدمه عشان شدي لو تلاحظون التليفونات اللي ناس تسألني إني أتكلم عنها وأنا مو مستخدمها ما أقدر أقول عنها رأي شخصي أقدر أتكلم عنها عامة على الورق شنو مواصفاتها شون ممكن هي تكون راح تنجح ما راح تنجح أقدر أتكلم بالعامية هذي بس بطاريتها زينة أو لا لا والله ما حطيت كرت فيها عشان أجربها مثل ما أنا سوائد كانت قاعد تسأني لما ريحت برشلونة جربت أنت السامسونج جالكسي اس 6 سامسونج جالكسي اس 6 اج كيف لونه من الجهاز زين مو زين أحسن من الآيفون أحسن ما أعرف إيش لما كنت هناك صورتهم مساكتهم استخدمتهم تعبثت فيهم بس لما أنا أحط شريحتي بالجهاز واستخدمه ويكون معاي التليفون 24 ساعة يعني هنا يصج أنا فعلا استخدمت التليفون وأقدر أعطي رأيي بكل صراحة عن الجهاز فباختصار أحب كل شركات اللي تأيد التقنية لأن التقنية تغير حياتنا للأحسن وتقدر الناس وايد ممكن تختلف معاي تقول لي لا التقنية قاعد خربنا ومعرف إيش كل شي ممكن تستخدمها بطريقة سيئة والتغريقة سهلة أو زينة أو تستخدمها للخير أو تستخدمها للشغلات اللي ترضي ربك فيها والشغلات اللي ما ترضي ربك فيها فأنا من الناس اللي أأيد التقنية وأأيد الموفمنت اللي قاعد توديني distinguished تقنية عشان شري أستنس على أي شي في تقنية فعشان شري أحب كل شركات اللي تسوي تقنية في واحد سألني سؤال عن التغيير شنو أكلت كم وفضلة شاور ما لا وشاور ما لحم يحد سألني قاعد يقول لي سألني سؤال بالإنجليز كيف يمكنني أن أعرف الحياة المستوى لأني لا أقول لأعرف الحياة المستوى لأني أصبح الحياة المستوى محمد درويش أعتقد أنكم تعرف العربية لذا سأجل المستوى هلا يما المستوى مع البطارية أو الباتري لبل أو اللايف مع البطارية لو تبطلون أي مانولي مع أي تلفون يعطيك عمر افتراضي 18 شهر ما بين 12 شهر و 18 شهر حق البطارية عقب هذه الفترة الطريقة اللي أنت تستهلك فيها البطارية راح يتأثر على البطارية نفسها أو عمر البطارية الافتراضي اللي أنت راح تستخدمها عامة أكثر من سنة يفضل أنك تبدل البطارية يعني إذا عندك تلفون نفس السامسون غالكسي نوت 4 أنه سهلات بطل الغطر خلفي بطل بطارية ركب بطارية يديدة تشتري لك حالة مشكلتك بس عندك تلفونات نفس تلفونات يديدة البطارية داخله ودع حق الوكيل ودع حق الورشة قوله بدلي البطارية على حسابي أنا راضي بطل الجهاز بدلي البطارية وعطني بطارية يديدة راح تحس أن التلفون راح يعطيك عمر يديد أنه انت عش مرة ثانية ورح يعطيك عمر متجدد بس هل في طريقة أنك أنت تعرف الاستهلاك ما البطارية ش كثر؟ لا والله ما في مقياس معين أو أنه رقم أكيد 100% بطاريتي الحين استهلكت 50% من عمرها أو 60% لأنه ممكن أنت طبعك شنو تعود البطارية علي من ناحية الاستهلاك والشحن أنت ممكن تعطي البطارية عمر أكثر أو أنك أنت تقدر تخفز البطارية فما في معيار معين في واحد سألني هل أنت ناوي تسوي يديد؟ في ناس وقت قاعد يقول لي أحمد شنو أخذ الـ HTC One M9 ولا السامسونج غالاكسي اس سوكس؟ عنتي التلفونين تابوني يسوي لكم عليهم مقارنة؟ عطوني ثمزة سولي لايك إذا تابوني يسوي لكم مقارنة بين الـ HTC One M9 والسامسونج غالاكسي اس سوكس؟ ليش لا؟ واحد سألني أنت كأحمد بعريكي شخصية فضل الأندرويد ولا الآيفون؟ فضل الأندرويد وأقدر أتكلم بساعات وساعات ليش أفضل الأندرويد وما فضل الآيفون بس أنا شخصيا أفضل نظام تشغيلي مع الأندرويد وايد أحب نظام تشغيلي مع الأندرويد في واحد أعطاني اقتراح قلت له أنا أورادي شغال على شيء مثل هذا السيستم مالي يشتغل بطريقة يمكن تختلف أنا عادة إذا أصور فيديو مراجعة تلقى يمكن يعني 20% من التصوير أو 30% من التصوير أورادي أنا كنتم صورة بالفترة الآن أنا كنت قاعد أستخدم فيها التليفون على سبيل المثال إذا أنا كنت قاعد بالصالة والتليفون يسوي شغلة أبيها تطلع بالمراجعة راح أروح للاستيديو علشان أصور الشغلة وارد مرة ثانية يعيش حياتي طبيعية بس لما بعدين أبيها أصور كاميرا طالعا من جديد واني أتكلم هذا هني راح يستغرغ وقت أكثر وراح أصور تليفون طبعا وضعيات مختلفة علشان أبين لكم ياها بالمراجعة بس لما هي أصور شغلات مثل الفيديوهات اللي مالح يشغل من التليفونات عادة أنا أصورها تكون مقطعة ودخلهم كلهم مع بعض لو تلاحظون مثلا فيديو مع البطارية اللي مع معلومات عامة عن البطارية كل شوية لابس تيشيرت كل شوية لابس مدرعي كل شوية خلفية مختلفة لأن كنت مصورها على أيام متقطعة وبعدين حطيت كلهم مع بعض المنتاج ونزلت لكم ياها فالحين أنا أشغال على فيديو أتوقع راح يعجب ناس وايد نظام تشغيلي مع الأندرويد نظام تشغيلي مع الأبل آيو اس ناس وايد يوم شفتوا كلمتني وشذي قالت للمناظرة مع نواف سويد يمكن نواف معطاك حقك أنك تتكلمه ومعرف ايش فراح تكلم عن النظامين بشكل منفصل أكثر وبشكل يعني جدي أكثر ليش أنا عن نفسي أفضل نظام الأندرويد وبالمقابل ليش نظام أبل وايد ناجح وآيو اس ليش وايد ممتاز والناس عليه قبال بشكل وايد قوي الفيديو هذا الحين أنا قاعد أصوره تاريخ عشرة أربعة اليوم أنا صبح لما قاعدت من النوم دشيت موقع أبل وطلبت الساعة مالة أبل واتش سويت عليها بري أوردر وإن شاء الله لما تنزل يعني هذه واحدة من الشغلات أنا وايد متحمس عليه أنه راح أستخدم الساعة بشوف حتى الآن نظام أبل شون راح يصير على الساعات فراح أسوي لكم إن شاء الله فيديو منفصل من هالناحية هذه كلها شغال عليها والحبيب يزال الله خير ومتابعين كاتب لي لاش يحمد ما تتكلم عن نظام أندرويد وآبل ولاش تتفضل أندرويد عن أبل يزاك الله خير على الكلام الطيب أنا أورادي شغل على شيء مثل هذا إن شاء الله راح أتلكم إياه بالمستقبل القريب في عندي فيديو وايد قديم أنا راح أدور عليه إذا لقيته راح أتلكم إياه تحت بالكومنت سكتشن إذا لقيتوا بالكومنت سكتشن معنات لقيته إذا ما لقيتوا يعني ما لقيته أورادي كنت مسوي مقارنة بين النيكسس 4 والآيفون 5 من زمان لما نزل الآيفون 5 والنيكسس 4 إن شلو النظام التشغيلي مع الأندرويد وايد أفضل من نظام التشغيلي مع الأبل أحطلكم إياه تحت بالكومنت سكتشن طول الفيديو يمكن 38 دقيقة على يام قبل لا منتاج ولا حركات ولا شي بس إذا تبقوا نشوفونا تقدروا نشوفونا وإن شاء الله على ما أنزلكم فيديو يديد مع التطور والنظام التشغيلي مع الأجهزة مع الأبل وآبل وآدرويد في واحد يسأني قاعد يقول له لما أنت كتب برشلونة وبوث ما نوكيا شفت التابلت ما نوكيا أنوون النظام عليه أندرويد هل راح نحن نشوف بالمستقبل قريب تليفونات نوكيا أو أجهزة نوكيا عليه نظام تشغيل ما الأندرويد إن شاء الله يا رب يا رب الله يسمع منك رأي في الموضوع أحطلكم يا تحت الكمنت سكتشن لما أعلنوا عن نوكيا أنوون موضوع يعور لقال بصراحة بس إن شاء الله راح نشوف أجهزة من نوكيا تدعم نظام الأندرويد بالمستقبل إن شاء الله في واحد يسأل الأخير أعطاني خوج دعوة قاعد يقول لي يعطيك صاحب العافية ومعرف هاي شي قاعد يسألني إذا أنا موظف بالفيديو اللي يطافت كلمت به الشي أنا موظف ما أقدر أقول أنا وين أشتغل لظروف خاصة ما بي أقول أنا وين أشتغل بس أنا موظف أقدر أقول لك شنو أشتغل محاسبة هو سينير أكامتنت شاهدتي الدراسية كانت محاسبة وتمويل بس إي أنا موظف وأسوي يوتيوب وأدرس بعد أكمل دراستي بنفس الوقت فأحنا صرت ابو فمزدحم مزدحم بس يارب إن شاء الله الله يبارك لي بالوقت وأعجاب لكم صراحة لو حصل لي والله والله لا أعلم لو حصل أحد يعطيني معاش وأقعد بالبيت بس أصور لكم يوتيوب بس أقعد بالبيت وأصور يوتيوب ومنصجي في ناس ويت حساني من وين يتيب الوالبابرز مالوت باتمان أوكي أنا كلما أسوي مراجعة حق تليفون رح يكون عليها والبابر مالباتمان وبروح ما تصدقون؟ كا أنا حين قاعد أستخدم سامسونج جالاكسي اس 6 اج وعلي خلفية مالت باتمان يديدة ما شاهدوها من قبل من وين قاعد أعيبهم على قولة كونسف لكل مجتهد نصيب كلما أنا أستخدم جهاز أشوف النظام التشغيلي ماله شونه يركب عليه أحلى من ناحية الوالبابرز مالوت باتمان لأني أحب باتمان فمن وين أحصلهم من النت؟ أدور وألقيه وأعطي كريدت حق الشخص اللي رأسم الرسمة أو اللي مسويها على سبيل المثال هذه الرسمة مثلا حصلها بس كانت حجمها وايض صغير 300 بيكسل ب600 بيكسل فحجمها وايض صغير ويني عندي أنا Quad HD فدزيت حق إختي إختي Graphic Designer وسوّت لي Trace عليها وسوّت لي ياها الحين عالية الجودة بيكسل عليها ويد عالي لأن صراحة ما توقعت أن اليوم من اليوم هنا لها درجة الشغلاتي الآن أحبها راح يكون عليها قبلية من ناس ويد على شام شذي ما كنت تدري صراحة بس إن شاء الله من عيوني ثنتهم اليوم رايح راح كلما سوي مراجعة حق تليفون أحط لكم بالكومنت سكشن الوالبابر اللي موجودة على التليفون تأمرون؟ كان ودي أقول كم متابعين عندي؟ كم متابعين؟ في واحد سألني شنو أحسن بالتصوير الفوتوغرافي نايكون ولا كانون أخي العزيز أنا ما استخدمت النايكون تسمها النايكون ولا النيكن المهم ما استخدمت استخدمت كانون وكانون قاعد تبهرني يوم عن يوم قاعد تعلم فيها شيء يديد الكاميرا اللي حين فيها يمكن 90% من المواصفات اللي فيها يمكن اللي حين ما عرف أستعملهم بس ما استخدمت نايكن عشان أعطيك رأي في الموضوع بس أنا عندي واحد ما صدقاء فيه صراجحي كاميرته وهو نايكن يستخدمها نايكن 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 في واحد يزال لخير قاعد يقول لي يا ريت لو تسوي قناة الثانية ان اتكلم عن التطورات اللي قاعد تصير بعالم التقنية اقدر اتكلم هنا عن التطورات اللي قاعد تصير العالم التقنية لان انا حاليا قناة واحدة ويدقوبة قاعد انزل فيديو بالاسبوع بس التطور اللي قاعد يصير بعالم التقنية شي جدا ممتاز لواصلي له احنا حاليا ما كنا نحلم فيه من قبل عشر سنين من قبل خمس سنين من قبل سنتين ثلاثة ممكن ما كنا نحلم فيه قاعد استخدم تريفون شاشته معوية يعني واحد قاعد يتطور التقنية واحد قاعد تتطور وراح نشوف شغلات احنا كنا نتخيلها خلال السنتين اللي هايين فعالم التقنية ما لا حدود عشان شذيانس تانس عليه واحد احبه ناس واحد قاعد تسأيني شون اركب روم او اذا كانت انا قاعد يمسوي روت وعندي الاسقف مثلا بالهتشي سي تريفونات الهتشي سي اوكي بكل بساطة في شي اسمه بوتلودر هذا لازم يكون like and blocked ويكون مدعوم من شركه نفسه المصنعة الجهاز لازم يكون like and بحيث تستعمل ل ebenso حتى ما لازم تحط custom recovery تخلي recovery نفس ال stock وتسوي root على الجهاز وتنزل على super user تسوي flash zip شغلة ثانية حين اتكلم عنها مع ADP side load أو مع fast boot هذي شغلة ثانية تتكلم عنها الحين إذا انت تبي تسوي side load حق شغلات من الكمبيوتر أروي شي مرة ثانية لازم تسوي unlock حق ال boot loader من انت تسوي unlock حق ال boot loader رح تقدر انت تسوي شغلات مثل انك انت تنزل تنزل البرامج تكون مالة root مثل super user ما super user بدون انت تحط custom recovery علشان تسوي لها flash من zip drive من recovery نفسه فلو بسوي فيديو اني انا اتكلم عن ال root وال boot loader وال recovery ومعرف ايش احس اني رح اشتت بس خلاص اقنعتوني انا لي عندكم او لكم انت وعندي فيديوين الحين انا وعدكم اني رح يسوي لكم ياهم فيديو الاول رح اتكلم عن التخزين السحابي الكلاود وفيديو ثاني رح اتكلم عن ال root والرومات ومعرف ايش وهي مصطلحت هذي كلها بس بالكومنت سكشن الحين رح احط لكم فيديو من حبيب واحد يعني ما تعرفت عليه شخصيا ما شفتها ولا مرة بحياتي كلها شوف فيديوهاته بس ومتابعة انا بالتواصل اجتماعي محمد الحضراني والنعم فيك بجاسم رح احط لكم لنك حق فيديوهات محمد الحضراني اللي قاعد اتكلم عنها شغلات هذي وان شاء الله انا رح انزل فيديو هم اتكلم عنها شغلات هذي وبعد رح احط لكم فيديو من الحبيبي عزيز الغالي الخوي صلاح حامد اندرويد باشا رح احط لكم تحتهم بكمنت سكشن اندرويد وان اوان انه هو لم يتكلم عن المصطلحات هذي مالتروت ماروت فهم رح احط لكم الياه تحت بكمنت سكشن وراح انضم معاهم واسوي فيديو وراح اتكلم عن نفس المواضع لو ما اتكلمون عنها بس حاليا على ما انا نزل فيديو شوفوا فيديوهات محمد الحضراني وتابعوهم بعد خوشناس محمد حضراني مع اندرويد باشا احط لكم ايام تحت بكمنت سكشن لانحين في ناس تسألني شنو احسن لون على التليفون ما في احسن لون مسألة ذوق انا حب اخضر انت تحب احمر انا حب ازرق انت تحب اصفر انا حب كحلي انت تحب كحلي غامج ما في احسن مسألة ذوق بس من ناحية الجالاكسي اس 6 اذا انت التليفون وايد لوع شبدك اذا بصم لا تاخذ اي لون ثاني غير الابيض لون الابيض اهو اقل تليفون راح يبين فيه التبصين اذا انت ما تفرق وياك ان يبصم عيش حياتك اخذ الاخضر او الازرق في ناس قاعد تسألني شنو فرق ما بين SSD و EMMC و المعرف ايش الذاكرة الفلاش فلاش توريج مع SSD فلاش نشوف التقنية هذي الحن قاعد تنزل على تليفونات ومثما شفناها بلاشت على سامسونج Galaxy S6 والS6 Edge وراح نشوفها على تليفونات اكثر ان شاء الله بالسنين الياية وهالذاكرة هذي هي هم نفس الشي من ناحية اذا انت تبي تاخذ مثلا عندك رام DDR4 اكيد راح يكون وايد اسرع لما يعطيك معلومة من DDR3 واذا انت كانت عندك معمارية 64 تقدر تحط على دول كور ما لازم تحط على كواد كور معمارية 32 32 ويعطيك نفس الاداء فهذه الشغلات كلها يعني تكنيكا الاكثر من ناحية انه كمستخدم راح يحس فيها ناس وايد تسألني انه والله راح يحس بفرقنا تليفون معمارية 64 ولا معمارية 32 لا هما هما يعني اكيد نقطة تسويق لما يات ابل اعلانت عن ايفون 5S انه والله اول تليفون بالعالم راح يكون علي 64 bit architecture ناس وايد منهم انا قلت انا كمستخدم بحس فيها لا بس كمطورين اوكي بس لما ابل التي تحول 64 bit architecture ولا الحين هي قاعد سوي تليفونات على 1 جيج بايت رام ما استفدتي وايد من مقابل لما اندرويد تحول 64 bit وهي راح تدعم ثلاثة او اربعة يمكن شوف 6 جيج بايت رام على تليفونات والمستقبل اكيد راح يفرق بس كمستخدم يمكن ما يحس فيها كثر المطور وكثر المستهلك اللي قاعد يسوي الجهاز فانا عن نفسي لما استخدمت مثلا النيكسس 6 32 bit واستخدمت الحين سامسونج جالاكسي اس 6 واستخدمت الايفون 6 واستخدمت واستخدمت الاش تي سي وان ام ناين والالجي جي فلكس هيا كلهم كانوا 64 bit ما حسيت الفرق الان حين احس النيكسس اسرع منهم كلهم ما حسيت الفرق الصراحة من ناحية المعمارية لا نهائيا فما اقول لكم لا يقصون عليكم بالعكس ناحية تقنيين راح يلاحظون هالفروقات هذي بس ان عن نفسي قاعد اتكلم عن المستخدم العادي ما رح يقول الا 64 bit ام 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 لا ام 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 ارى ما اظهوا هذا شي اكيد بيبين بالسايقس وويد ما تلها في حق الجهاز إن شاء الله ينزل راح يكون علي هو snapdragon 805 ما دنية راح يغيرون قبل ان ينزل الجهاز انه يحطوه عن السناب دراجين 810 رح يكونه معمارية 32 bit بروسيسر رح يكون على عادي طالما انت قاعد تسوي اوبتوميزايشن حق النظام التشغيلي مع البطارية بنفس الوقت فالتليفون رح يعطيك الاداء المطلوب الواحد يسأني هالشركة الابو رح تنزل ثلاثة الالفونة هالسنة اتوقع ايفون 6s ايفون 6s plus ايفون 6c بيش لا؟ انا سوايت قلت سأني شنو جهاز لوحي زين يتحمل لفلام كل جهاز لوحي رح يتحمل لانك انت تطالع لفلام اذا انت تتابلت بس عشان يشوف افلام افضل انك تاخذ يمكن اذا انت عندك ابل اخذ الايباد رح تعرف حق ايتونز و رح تعرف شنون انك تحول الفيديو عن طريق ايتونز انه تشيله من الكمبيوتر وتحطه عن طريق ايتونز وينزلك على الجهاز تلقائي بس اذا انت ما عندك سؤال في ايتونز ومعرف ايش العوار راس اخذ اي تليفون او سوري اي جهاز لوحي من اندرويد اي تابلت من اندرويد ركبة على الكمبيوتر رح يطلع لك كي او اس بي فلاش ميموري ستوريج سو كوبي سو بيست رح يشغلك ام بي فور رح يشغلك اي بي اي رح يشغلك ام بي اي جي رح يشغلك كل هالفرماته حتى دات اما او في رح يشتغل على تابلتات مالوت اندرويد بس انك انت اخذ لك دات اندرويد تابلت عشرة بوصة يفضل عشان تستمتع وبس اي واحد منهم رح يكون زين لعرض الافلام والفيديوهات في احد من المتابعيني اللي صراحة متميزين يعني كلما اشوف فيديوهاتي حصله اوه اكيد كاتب لي كومنت على الفيديوهات ومن احلى كومنتات صراحة يعني من طيب اصلك يا اخوي قال يسألني هل الاشارة سيقنال متى السيم كارد والواي فاي لها تأثير على الانسان ما لها تأثير كافي انه ايه ممكن تخلي الانسان يصير حي سرطان ولا يعني كافينا كافيكم الشرة لانه هي تشتغل على ذبذبات والديسابلز هذي مراح تكون وايد عالية انه ايه ممكن تأثر بصحة الانسان بس هل ايه ممكن تأثر على صحة الانسان على استمرارية او انه انت خينقل على سبيل المثال بيتكم لاصق يم برج اتصالات هل هذا راح يأثر فيك راح يأثر فيك مو نفس ضهولة اللي الناس وايد ممكن توصلها بس ايه فيه اشعاعات اكيد قاعد تطلع بس مو كافي ان هي تضحك او ان هي تمرضك يعني اعوذ بالله او ايه شي من هالنوع الديسابلز اللي موجودة بالذبذبات اللي تطلعها التليفونات مو كافي ان هي تمرض احد او انه طيح طيارة احد او انه تفجر محطة بنزينة او تسوي ايه شي من هالنوع لا مو مو صحيح في واحد قايسيني احمد كل صراحة شنو احسن شركة تليفونات عنديك اه نوكيا انا هو احب شركة نوكيا وايد مضايق ان راحت شركة نوكيا واتمنى ان شركة نوكيا ترجع و قريب ان يتغبين عني ما عند فعل الاندرويد و قريب ان الخام ي لانى احسنت اعداد سامسونج والنيكسس نوكية فا Autumn me افضل فهي انه تلنقا الج sperms ال شبه تليفونات المفضيلة وهي تليفونات الاشي ارده انه ارده اوما ا Shore اهارجع تليفه ايه جهاز اريدقتفلا التلفون يكون نكسس فما عندي ولا حق شركة واحدة أو أنه يعني هذه الشركة كلما تنزل التلفون لازم اروح اشتري غير نوكيا اكون صريح معاكم عندي حدث ولا حرج تلفونات نوكيا عندي وايت وايت تلفونات نوكيا ربي لك الحمد بس ما عندي شركة الحين نفس قبل أنه أنا والله كلما نزلت التلفون لازم اروح اشتريه ما عندي كل شركات احبها وكل شركات صراحة اقدر ليه مجهود ليه قاعد تسويه سامسون كانت عندي مشكلة معهم قبل لو نزلون سامسونجners جالكسي الفا ان اسلامكي اophā ما كنت احب التاليفونات ادفع المنزلون لها ضربة القضية كانت المنزولة لسامسونج جالكسي افا و كانت ضربة القضيةiendo لا اعدلقتر او والمنا اشتري التاليفون من سامسونج لطالما ما لا اردت لبس نصود سياستهم و و وصلت لي لما سوت أب associates ايفون 5 big robotics امسونik i-5 تشمالي نفس الكلام و غير غيروا التساوري relationship كان ممتاز. غالكسي اس 2 تطور 1.2 جيجاهرز دول كور ما عرف ايش. بعدين غالكسي اس 3. وايش صار. شلون شديه. بعدين غالكسي اس 4. ها. شصار. غالكسي اس 5. الله 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 ليش شدي تدورتو. فتداركوا الموضوع وسووا الحين سامسونج غالكسي اس 6. واحد من افضل اجهزة صراحة استخدمتها من الفترة اللي طافت. والغالكسي اس 6 اج. بغض النظر يعني ان عليهم ماركة سامسونج صراحة لو كانت عليهم اي ماركة كان يعجبوني الاجهزة. بس هذا الحين اللي انا احب ان developerات اللي تسوي. الشركة تسوي لي نيكسس. يعنى الحين ان نيكسوس ها السنة حتى ابو غازي كان يقالي ان اشاعاتها قاعد يقولوني ان LG ممكن تنزل التليفون ها السنة. اذا LG نزل عنro رح يكون هذا الثالث تليفون هلا انا اففضل ان شركة LG تنزل تليفون اكون صراحة. ل gla? اوكي بدعوني بالنكسس 4 والنكسس 5 جهازين صراحة من افضل النيكسس هل انزلوا. من سنسلة النيكسس. بس خينشوف شركات تانية. خينشوف سوني خينشوف هواوي. تخيلوا هواو تنزل تلفون نيكسس او خليشوف ايش تي سي خلترجع وانا ايش تي سي تولينا تلفون نيكسس ولا سوني خلاص بس يعني ال جي سوا اثنين سامسونج سوا اثنين خليشوف الحين يعني شركات ثانية يديش بالموضوع ما ودينا يردون حق ال جي بس اذا ردوا حق ال جي اوكي خير يردون ال جي شنزول لا حول ولا كوه بس اتمنى ان نشوف شركات ثانية ايه لتسوي جلس هات نيكسس فردا على سؤالك يا اخوي ان ما عندي شركة مفضلة حاليا عندي نظام تشغيلي مفضل واي شركة قاعد نزل هاد نظام تشغيلي قاعد اروح وانا اجربها جهزاتهم وقاعد انصدهم يوم عن يوم لينوفو فيب زي 2 برو لما استخدمت هذي التلفون انصدمت ان شركة لينوفو صينية قاعد تسوي تلفون جبار بهذه الموصفات هواوي لو كان ما عندنا تلفون هواوي ما هواوي 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 فنظام تشغيلي التبعه بعدين ينزل فعشان تلي يحس اللي سوي مراجعات حق تلفونات اندرويد عايشين بعز كل يوم الثاني تلفون كل يوم الثاني تابلت كل يوم الثاني فابلت كل يوم الثاني ساعة يوم مادري شنو فوناسا اكثر من ما انت تراجع بس نظام واحد وشركة واحدة فتحس ان انت متقيد منت ما ابل او مايكروسوفت او ابل نزل التلفون او ساعة او كمبيوتر او شي ان انا لازم اراجع بس احب التقنية عشان التقنية ما عندي ولاء معين حق شركة واحدة علشان انا اياه اقول انه لازم اشترك كل اجزتها ولا انا مانمي شركة انشاري شي فبس هذا الفيديو كان اسألني اربعة ان شاء الله راح اطير لحكم المجال وان انتو تكتبون اسألتكم يديدة بالكومنت سكشن تحت او باي مكان انا راح ادش كل مكان راح اقرأ الاسئلة بكل مكان وراح اي اي قاعد معاكم والاسئلة بحضني وراح اشوف يعني حتى قابلها صراحة قاعد اسوي رحين مثل تفلتر يعني انه قاعد اي اشوف شون الاسئلة اكثر شي متكررة اللي يسألني شون قاعد اسوي شون اسئلة متكررة يعني يبي يصيدني قاعد احط انا ال copy كل الكومنتات قاعد احطها ب اكسل وبعدين قاعد احط ال format ما conditional formatting وسوي highlight حق الشغلات اللي تطلع اكثر شي تتكرر وقاعد افلترها واجاوب عليكم عليها اش رايكم فيني ان شاء الله اسألني خمسة اسبوع لي جدام انزلكم اياه اسألتكم حلوة المتابعين حلوين يزاكم الله خير مستانس صراحة ما هو ديوقف الفيديو بس خلاص لازم اقوم يعطيكم صحة العافية مشكورين على متابعة اسألني خمسة ان شاء الله ياي اسألني اربعة هوب خلصنا فمشكورين على المتابعة احمد بوريكي ثم الله الكريم